اشتركوا في القناة اذن له النبي صلى الله عليه وسلم خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه متوجها للحبشة فلما وصل إلى منطقة برك الغماد لقيه رجل يقال له ابن الدغنة ابن الدغنة سيد قبيلة القارة فأجار أبا بكر الصديق رضي الله عنه وقال له ارجع فاعبد ربك في مكة فلم تنكر قريش جواره ضاقت قريش ذرعا بجوار ابن الدغنة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لأن أبا بكر الصديق أخذ يجهر بالقرآن قال ابن الدغنة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لا تجهر بالقرآن فرفض أبا بكر ورد جوار ابن الدغنة وبقي أبا بكر بمكة ولم يهاجر إلى الحبشة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر